موسيقى منواصل دراستنا من أفيسوس القديمة في هذه الحلقة رح أتكلم عن موضوع كيف نتمثل بالله التمثل بالله فأنا أشجعك أنك تدرس هذا الموضوع مثل ما ذكرت سابقا هذه الدراسات نعملها في المواقع الكتابية الحدث في أفيسوس أو لما كتب الرسول بولوس إلى هذه الكنيسة هذه الدراسة هي عبارة عن مذاق نأخذ مقتطفات من رسالة أفيسوس أو ما حدث في هذا المكان على أمل أن أشجعك أنك تحب كلمة الله وأنك تقرأ في الكتاب المقدس بأكثر عمق وأكثر استفادة تدرس التفسير وتتعمق روحياً وتنهل من نهر بركات الله ومن الرسالة السموية التي حدثت طبعاً أو التي كتبت لهذه الكنيسة في هذا المكان إخوتي وأخواتي منحب نتواصل معكم وعلى فكرة يعني إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار أنا بشجعك أنك تتواصل معنا لأنه منحب نسمع منك وهذا التواصل كما رح يكون على النت بحيث أنه يكون مش من طرف واحد رح يكون من طرفين نتحادث مع بعض ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير أنا موجود في منطقة الأغورا العليا في أفسوس العليا وهذه الأغورا اللي هي طبعاً الساحة المدنية أو السوق العام كان السوق المدني السياسي واللي كان بيسكن في هذا المكان اللي بيحمل الجنسية الأفسوسية لأنه كانت الناس تيجي من الميناء ميناء أفسوس وكانت تقضي وقت وين المكتبة والمسرح الروماني والشوارع القديمة أو الأغورا بتاعة المرفأ بتاعة الميناء بتشوفوا عدة أبنية جميلة في هذا المكان اللي بتورجي عظمة روما في تلك الأيام أفسوس كانت تعدادها 300 ألف نسمة والرومان جاءوا بحضرتها إلى هذا المكان بتشوف هياكل ومعابد وحمامات وشوارع قديمة اللي هو الستايل الروماني بتشوف من هذه الجهة الجيمنازيوم المركز الرياضي لأنه كانت مدينة رياضية وأيضا بتشوف من ورائي طبعاً البازيلكة أو بيت القضاء الأعمدة من رخام وهذه كانت مغطى وفي وقت لاحق البازيلكة أصبحت كنائس أو تحولت إلى كنيسة حتى في بعض الأماكن تستطيع أن ترى صليب ونفس الستايل البيزنطي اللي استمر بهذه الطريقة لكن بتشوف الأوديوم أو البوليتوريوم اللي هو المسرح الفني الموسيقى والفن بيتسع لألف وسبعمائة شخص لكن المدينة تعدادها كان خمسمائة ستمائة شخص كانوا بيقوموا أيضاً في محافل القضاء أو البحث في قضايا المدنية أو محاكم معينة أو محافل معينة وطبعاً بيأخذوها لبيت القضاء اللي هو المحكمة العليا السوبريم كورت اللي مكان موجود معبد يعني نفس المعبد هو تحول كمان لقضاء أكبر في معابد كثيرة معبد الإلهة روما ومعبد فيستيا وإحنا على معبد آيسس الإلهة المصريين فهذه الحضرات كلها كانت متجمعة في هذا المكان كيف ممكن تصل لرسالة لشعوب متعددة ومختلفة بولوس اللي كان عنده الخلفية اليهودية يحمل الجنسية الرومانية اللي عاش ثلاثة سنين في هذه المنطقة في آفسوس وسمع كلمة الرب جميع الساكنين في آسية من يهود ويونانيين لكنه الآن يكتب إلى هذه الكنيسة بعد عشر سنوات وهو في سجن روما ويقول للمؤمنين أن يتمثلوا بالله وهم تتكلم عن هوية وطبيعة وشخصية المؤمن شخصية المؤمن في الآية بتقول فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة في الإصحاح الخامس الآية الأولى والآية الثانية هون بيتكلم عن التمثل بالله التشبه هون بيتكلم على شيء استمراري على التدرب لكي نصبح نسخة منه والشيء المدهش أن الكلمة في اليوناني هي نفس الكلمة ميمك أنك تحاول تقلد شخص كما أنه الخطيب بيدرب اللي بيتعلموا فن الخطاب أنه يتشبهوا في الأسلوب لستايل الطريقة والمنهج اللي بيتكلم فيها بنفس الشيء في الحياة المسيحية تكوين الشخصية هو أن تشبه بالله كلي الكمال كما قال يسوع كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل ولاحظ بيقول عن هذا التشبه المسيح يعني كان بيعمل أو عمل طاعة كاملة في هذا التشبه بيتكلم عن ذبيحة المسيح وهون في سياق الحديث بيتكلم أن المسيح عاش حياة الطاعة الكاملة لله طبعا بحسب الله ويعني طريقة الله وكان خاضع للرب منشوف محبة المسيح وغفران المسيح هذه المحبة بلغت الكمال الطاعة الكاملة عندما مات على الصليب وقام من الأموات لكي يقدم غفران وفداء كامل ذبيحة المسيح هذه الطاعة الكاملة صارت رائحة سرور سرور لالله والحب الكامل طبعا للبشر لاحظ أحبائي لما كانوا بقدموا الذبيحة تحرق كان الله يشتم رائحة السرور والرضا فيتنسم بيرضى على الذبيحة فالمسيح الكامل هو الوحيد اللي استطاع أن يرضي الله وإحنا لما من آمن في المسيح أنا وإنت منكون في المسيح فالله ينظر إلينا من خلال بر المسيح من خلال كمال المسيح فيشتم رائحة السرور والرضا أيضا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل سأعود بعد هذا الفاصل سأعود بعد هذا الفاصل من خلال كمال المسيح فكرا الذي يقوم به there you can use the hard G Gnosis which means knowledge but in the case of the Gnostics a special kind of interior knowledge that the masses don't know about but they do and if you then buy into their cult then they'll give you the secrets of this inner knowledge and it's an early Christian heresy probably one of the earliest they would say the four gospels are great for normal people but here's what they really mean and of course no two Gnostic teachers ever agreed on what they really mean and so they were misleading followers of Jesus even as well as early as the end of the first century and then in the second and third century they had all their special little cultic schools of Gnosticism يجب أن تتعرف على أنك هم أذبح مقابلات مكسلومية وهذا أقل في مدحارة الأمر مؤسسة لو كانوا من المحاسم بخير عندما لم تقلق معنات البيان أو صكية كتيرين إنه تطلب البياني المحاسم لديها في شفتي كانوا يفتح بشكل تلك صعب تنقل مع غلالتكية و معنى مع المددلاتية و معنى معنام القرية كيف يحاولون أن يتحاولونهم؟ كما سلك ذاك أي شخص يسوع المسيح تمثلوا بالله ثم يقول أسلكوا بالمحبة في الإصحاح الرابع مكتوب أن نسلك كما يحق للدعوة التي دعينا إليها فنحن أولاد الله دعينا للمجد دعينا من الظلمة وهنا أحب حتى نتمثل بالله بيطالبنا أن نسلك بالمحبة بيطالبنا بالسلوك نتشبه بيسوع المسيح الله محبة أسلكوا بالمحبة الله نور أسلكوا كأولاد نور الله حق أسلكوا بالحكمة مفتدين الوقت كحكماء لا كجهلاء فإذن الله بيطالبنا أن نتشبه بالمسيح تعرفوا لما الإنسان بيصبح نسخة من المسيح طبعا كل تزييف في حياة الإنسان بزول يقال الـ FBI لما بيدرب جنوده على تمييز دولار المزيف مثلا ما بيتعلم عن التزييف بيتعلم عن الحقيقة والحق فأول ما بيشوف أي شيء مزيف بيعرف على طول فلما المؤمن يصبح نسخة من يسوع بيتشبه بيصير مثل يسوع يعني بكلمات بسيطة مسيح صغير على الأرض يصبح نسخة عن يسوع المسيح بواصل الكلام إذا إحنا بنسلك في هذا السلوك على طول بيتكلم عن النواحي السلبية وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين لاحظ أنه ابتدأ الرسول بكتابة هذه الرسالة إلى القديسين في أفسوس فبيطالبوا الزنا والنجاسة والطمع فيقول أن تسلكوا ليس كما يسلك الأمم ببطل ذهنهم إذ هم مظلموا الفكر لما الإنسان بيسمح للفكر يتنجس ويتسمم أيضا فيسمم كل نواحي الحياة تعرفوا شيء أصعب شيء أنه الإنسان يستخف بالخطية الخطية قاتلة أحبائي الخطية تقتل كل شيء في الحياة البراءة والمثل العليا تكسر قوانين الله بتحول الإنسان لوحش كاسر بعيد عن الله فأصعب شيء أنه الإنسان يستخف بالخطية أو من ناحية أخرى يقلل منها يقلل من شأنها أو من خطورتها أو من لدغتها وسمها سموم الخطية أيضا الأمم استخفوا بالخطية وبانوا المعابد للإباحية إحنا واقفين في منطقة مليئة بالمعابد أكبر معبد في أفسوس معبد أرطميس إلهة الخصوبة وحكينا عن المعابد الموجودة في هذه المنطقة معبد روما إلهة روما معبد فيستا معبد الإلهة إزيس إلهة المصريين لتحت شوي معبد مكرس لتراجان الإمبراطور تراجان وبعده الإمبراطور هيدريان وهكذا معابد كثيرة في أماكن كرسة للضعارة طالما أن الأمر بضر أموال وبزنس فالبنات المكرسات للإباحية صار يبنوا لهم هياكل في كورونتوس كان في معبد للإلهة أفرديت ألف فتاة مكرسة لهذا النوع من العبادة الإباحية فبولوس الرسول كان بحاربها بضراوة بشدة لأنه عم بيستخفوا بالخطية فالخطية اتفشت واستشرت في كل نواحي المجتمع يقول البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية بعلم أن لا ينخدعوا بيكمل بالخطية بيتكلم عن الأمور الكلامية مثل القباحة والسفاهة وكلام الهزل يعني بكلمات مبسطة الكلام الفارغ اللي مقلوش أي طعمه تعرفوا بضعة الغنوسية كانت بتنادي أنه المادة الشر والروح صالح فإذا في جزء منهم وصلوا إلى حالة طالما أنه المادة شر فالشر يعني والمادة فانية فخلينا نستمتع وننغمس في الملذات والشهوات الرسول يحنى اللي جاء بعد فترة زمنية إلى نفس هذا المكان حارب هذا النوع من البدعة ليش أحبائي؟ الكتاب بعلم أن المؤمن هو هيكل الله المقدس والمؤمن ينبغي أن يسلك بالقداسة والمؤمن هو جزء عضو في جسد يسوع المسيح هذه الهجومات الخارجية حاربتها الكنيسة لكن كان أيضا فيه هجومات داخلية اللي هي أشد شراسة لما حولوا نعمة الله لدعارة ولما النعمة اللي هي فرصة عطية الله طالما أنه أنا بالنعمة فأمارس الخطية فخلاص الله ما هو أعطى النعمة بسامح وبيغفر في مسؤولية على المؤمن فبحطها الرسول بولوس في كلمة واحدة بلخصها فلا يسمى بينكم يعني إنه مش بس تعمل فعليا إنه ما تحكيش عنها يعني ابتعد عن كل شبه شر وهذا مواصفات الشخصية المسيحية المؤمن بيسوع المسيح اللي بيتمثل بأله بصلي إنه هاي الرسالة لمستك ونتفكر جديا إنه الخطيئة شر فساد وتدمر الحياة والكيان فعيش وأسلك في يسوع المسيح وإرانيس writes this wonderful book in 180 against heresies and he targets Gnosticism primarily and so does Eusebius the earliest Christian historian he talks about Simon the magician remember him from Acts chapter 8 who was a Gnostic teacher as well so today there's a lot of interest in Gnosticism because of the discoveries at Nag Hammadi in Egypt about the same time the Dead Sea Scrolls were discovered when they found a Gnostic library and the only one that's even readable is the Thomas Gospel, Gospel of Thomas and that's just full of all kinds of ridiculous claims and so I just cannot understand this fascination with this ancient heresy it really had nothing to do with the horror of Christianity whatever أعزاء المشاهدين منواصل دراستنا من أفسوس القديمة منواصل هذه الدراسة رسول بولوس بيعطي إرشادات وتشجيعات لكنيسة أفسوس بيكتب طبعا من السجن إلى هذه الكنيسة المحببة على قلبه في هذه الحلقة رح نتكلم عن امتلئوا بالروح القدس أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة رح تكون بركة لحياتك أنا موجود في مركز أفسوس القديمة بجانب مركز البلد أو الطريق الرئيسي في البلد القديم حيث ترى الدكاكين على الجانبين وأنا في منطقة الحمامات القديمة وخلفي مكتبة سلسوس اللي كانت تعتبر تالت مكتبة في العالم شاهد هذه الحلقة وإذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك أن تتواصل معنا سأعود بعد هذا الفاصل القصير أحبائي من واصل دراستنا في هذه الحلقة بموضوع امتلئوا بالروح يقول الرسول بولوس بوحي من الروح القدس ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح طبعا هذه تعتبر وصية مهمة جدا امتلئوا بالروح ورح نتكلم عن هذا الملء بالروح لكن لاحظ بالمقارنة بيقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة يعني الشخص لازم يمتلئ بشيء معين وخلينا أقول في البداية كان في منطقة أفسوس في تجمعات الوثنيين وفي كان اجتماعات المسيحيين تجمعات الوثنيين كانت ماجنة وكانت عبارة عن انغماس في الشهوة وفي اللذات وشرب المسكر والخمر كان جزء من هذه الأمور اللي كانت تقود للأمور الخلاعية هنا طبعا العبادات كان بيتخللها الإباحية مثلا أنا موجود حاليا تقريبا يعتبر المركز أفسوس القديم خلف مكتبة سلسيس والأقواس ورائي اللي بتقود إلى السوق العام أو الأغورا التجارية أغورا تاعة الميناء إلى طريق المرفأ إلى الميناء القديم وأيضا ليس بعيد من هذا المكان كان في مكان كان يعتبر بيت مكرس للإباحية بيت للدعارة بنات مكرسات كجزء من العبادة فكانوا الناس يأتون إما لأسباب تجارية أو سياحية أو دينية أو رياضية فكان في علامات اللي بتأشر الدخول إلى هذا البيت فكانت الخلاعة ممتلئة في أفسوس أيضا فالرسول بولوس بيقارن ولا تسكر بالخمر يعني الشخص اللي بيكون تحت الخمر المسكر بيكون تحت التأثير بيكون شئ لنفسه في قوة أخرى مسيطرة عليه عم بتتحكم فيه بالمقارنة بل امتلئوا بالروح القدس لما حل الروح القدس في يوم الخمسين على التلاميذ في أورشاليم وابتدأوا يتكلموا بإلسانة وابتدأوا يتكلموا يشهدوا في شوارع القدس أورشاليم الناس ظنوهم سكارة بسبب الفرح لكن بوتروس وقف ووعز قال إنه مش الفكرة إنه إحنا سكارة لأنه بعدها الدنيا صبح فبولوس بيكتب لها الكنيسة من السجن بيعرف الظروف وبيعرف الأحوال في هذه البلدة وبيعرف عن تجمعات الوثنية فبيشجع الكنيسة وبحث المؤمنين أن لا يسكروا بالخمر الذي يؤدي ويسبب إلى الخلاعة وإلى الفساد وإلى الفجور وإلى الإنغماس في اللذات والشهوات على النقيد امتلئوا بالروح القدس كلمة الامتلاء تعني في لغتها الأصلية تعني التحكم أو السيطرة أن يكون الإنسان تحت سيطرة حضور الله هي نفس الكلمة تستخدم عن مثلا امتلئوا غضبا أو امتلئوا حزنا أو امتلئوا خوفا أو امتلئوا غيرة شو يعني امتلئوا خوفا أن الخوف سيطر عليهم بنفس الطريقة يقول الرسول بولوس امتلئوا بالروح يعني عيش تحت قيادة وسيطرة الروح القدس بالمقابل عندما سيطر الروح القدس على الكنيسة الأولى كانت الكنيسة مرنمة وكانت الكنيسة فرحة وكانت الكنيسة شاكرة وكانت الكنيسة يعني تعتبر الآخرين وتقدم أحدها الآخر لأن الروح القدس الساكن في المؤمنين بخليهم يكونوا شبيه شخص الرب يسوع المسيح إخوتي وأخواتي ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل فالسناس من الحزنين Excellent! فالسناس السباح؛ والدرجة الأخرى فى دموان مخبرى فىوراوهين كما نقوم بالجرد فى فى مخبرى هذا بما يساعد آخرى وهى مخبرى مخبرى أنت تجعله بها هذا يجعله بها تجعله بحرارة المسلوخ في المنزل ويقضى بحرارة المنزل بحرارة ويقضى هذه المنزل المنزل بحرارة بحرارة تجعله بحرارة على أن تدركك هذا يحدث وعندما أقول أنهم أبداً هذه الأمور والعيون لقد قمت بحرارة كما قمت بحرارة الأمور were a response to pagan priests who were very jealous of Christian successes. منوصل دراستنا من أفسوس القديمة عن امتلقوا بالروح القدس. عندما يقول الرسول بولوس امتلقوا بالروح وبيتكلمش على اختبار انك تمتلق مرة واحدة وخلاص. فالتلاميذ عندما انسكب او حل الروح القدس في يوم الخمسين امتلق الجميع من الروح القدس. لكن برضو لما بوترس اتكلم في الاصحاح الرابع امتلق من الروح القدس وكان يتكلم بكلام الله بمجاهرة. كلمة امتلقوا من الروح هي بتتكلم بفعل مستمر استمر في هذا الملء كل يوم. فنحن نحتاج ان نمتلق من روح الله يوميا وإلا كيف نستطيع ان نتغلب على التجارب وكيف نستطيع ان نواجه تحديات وصعوبات الحياة من غير قوة الروح القدس. قوة الروح القدس هي قوة ديناميكية قوة متحركة قوة تؤجج نار في داخل الإنسان تعطي القوة ان يشهد وان يتكلم بكل جهارة ويحرق ويزيل الخوف من حياة الإنسان شيء آخر الروح القدس اللي بيتكلم عنه بولوس الرسول هو شخص فالروح القدس ليس غريب على اليهودي أو المسيحي فالروح القدس موجود في كل صفحات الكتاب المقدس من سفر التكوين لصحاح الأول وكان روح الرب يرفه على وجه المياه إلى الآيات الأخيرة في سفر الرؤية صحاح 22 الروح والعروس أي الكنيسة يقولان تعال لمجيء المسيح يسوع ثانية فبيتكلم عن شخص وأن نمتلئ بهذا الشخص وبيتكلم عن قوة الروح القدس في كده ناحية في رسالة أفسوس يؤيد الإنسان الباطن بالروح القدس ونستطيع أن نسلك بقوة الروح القدس ونواصل مهام الحياة بقوة الروح القدس ونستطيع أن نمتلئ من الروح القدس حتى نتمم مشيئة الآب فالروح القدس هو روح شخص أيضا بالكتاب في أفسوس يقول ولا تحزنوا روح الله القدوس الساكن فيكم يعني هو شخص بيحزن إذا إحنا منرتكب الخطايا اللي بيذكرها بولوس في أفسوس وإذا إحنا ما منمجد الرب يسوع المسيح لأن الروح القدس ساكن فينا لما آمننا بيسوع المسيح اتعمدنا بالروح القدس والروح القدس بيملأنا لأنه هو شخص لكن هذا الشخص محتاجين يكون حساسين معه فهو يحزن عندما نخطئ إلى الله في موضع آخر يقول لا تطفئ الروح يعني أنت كأنك بتحط الروح القدس على جم في موضع آخر بيقول لا تكذبوا على الروح أو لا تقاوموا الروح فإذن الروح القدس هو شخص لكن دعوة بولوس ووصية بولوس لا تسكروا بالخمر بل امتلئ بشيء آخر امتلئوا بالروح القدس الروح القدس يمجد المسيح والروح القدس يعطي القوة في حياة المؤمن والروح القدس يعطي الغلبة في حياة المؤمن نتغلب على الشهوات والرغبات والانغماس في حياة الشر إلى حياة القدسة فهو روح القدسة وهو روح الوحدة وروح البركة والروح القدس عاوز يسكن فيك اليوم عندما تؤمن بيسوع المسيح أنا بصال أنك تتخذ هذا القرار اليوم بحياتك حتى أسمع منك إلى اللقاء والرب يبركك